في سنوات النكبة الحوثية المدمرة عاد الشلل إلى أطفال اليمن بعد أكثر من خمسة عشر عاماً على إعلان منظمة الصحة العالمية خلو اليمن منه لم يكن ذلك إلا أحد المؤشرات على مدى ما أحدثته النكبة السوداء من ارتكاسات فضيعة وقهقرة مروعة ضد حركة الزمن والعالم المعاصر وتحت لافتة إسقاط جرعة الوقود التي كانت أقل من ألفين ريال إلى جراع حوثية بعشرات الآلاف المؤلفة التي ما زال اليمليون في مناطق سيطرة الإرهاب يرزحون تحت أثقالها حيث عمل الحوثيون طوال سنوات النكبة على إفقار اليمنيين بالجبايات والإتاوات والضرائب والرسوم الجمركية حتى في الخطوط البرية عند مداخل المدن في محافظات سيطرتهم المسلحة بالإضافة إلى دفوعات المجاهيد الحربية القسرية وسندات تمويل الفعاليات الطائفية الغوغائية ونهب المساعدات الإغاثية وقطع المرتبات والاستحواذ على إرادات ميناء الحديدة والحساب الخاص بمرتبات موظفي الدولة عشر سنوات من النكبة الحوثية تجسدت فيها كل أشكال الخراب وفضائع الجرائم ومآسي الإنسانية وأن عدمت خلالها مظاهر الحياة الطبيعية وطبائع الوجود البشري فتحولت مناطق سيطرة الحوتيين إلى غابة تحت حكم الوحوش فكان اغتصاب الطفولة ومداهمة المنازل ليلا واعتقال النساء والناشطات الحقوقيات والسطوع على الأراضي حتى المقابر وساحات الجامعات